النهاردة وفد النادي الاهلي برئاسة الأساسة طارق أنديل لعضو مجلس الإدارة يعني بيستقنف بقى نشاطاته ولقاءاته مع أعضاء الجالية المصرية الموجودة في دورة الإمارات الشقيقة طبعا على هامش مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية هيعقد الوفد سلسلة من المقابلات لتسويق عضوية النادي الاهلي وأيضا تعريف أعضاء الجالية المصرية بالإمارات بكافة المزايا التي يوفرها الانضمام إلى نادي القرن وكمان الخدمات والامتيازات طبعا بمقر النادي الاهلي بجزيرة وكل فروعه مدينة نصر والشيخ زايد وأيضا التجمع الخامس النهاردة الوفد في عجمان ويوم 9 فبراير إن شاء الله في النادي المصري بالعين ويوم 10 في أبوظبي وطبعا بالمناسبة يعني الأيام اللي فاتت دي كان فيه إقبال كبير جدا الحقيقة من كافة أعضاء الجالية المصرية الموجودة في دورة الإمارات الشقيقة كل عايز يشترك في عضوية النادي الاهلي وينضموا إلى أسرة النادي فطبعا أهلا بالجميع طيب تعالوا بأنوح لدينا